طيب صباح الخير جميعا محاضرة اليوم بدنا نحاول انه نحل اكتر على وان شاء الله رح نحاول انه ننهي هذا البارت المرة الماضية اذا بتتذكروا بدنا نكتب على شكل تعرفنا على المين ترمز والماكس ترمز كيف نجيب الاندكس تبع كل من ترم وتبع كل ماكس ترم قديش عدد المين ترمز والماكس ترمز عدد معين من الباريابلز شفنا انه لما بدي اكتب او اذا الاقتران تبعي مكتوب او معطيني شو الاندكس تبع المين ترمز اللي موجودين فيه فهون هو بقولي انه f is a function في five variables اللي هنا a b c d e واعطيني ارقام الانديسيز اللي موجودة لهذا او ارقام الانديسيز تعيني المين ترمز لهذا الفنكشن كيف اطلع الاكسبريشن البوليان اكسبريشن تبع الفنكشن تبعي طبعا مبدئيا زي ما حكينا المرة الماضية لما يكون في عندي five variables بيكون عدد ال possible من terms هو 32 هلأ مين من هدول ال 32 ظاهرين لهذا الفنكشن m2 m9 و m17 و m23 لاحظوا انه مجرد ما اقرأ هذا السطر بعرف انه الاقتران تبعي قيمته واحد عند السطر الثالث اللي هو يعني الانديكس 7 و 2 والسطر العاشر اللي هو الانديكس 9 والسطر الثمنتاش اللي هو الانديكس 7 و 17 والسطر الرابع والعشرين اللي هو الانديكس 7 و 23 ذكروا داما انه الانديكس عندنا بتبلش من صفر مشان هيك انا عم بحكي السطر الثالث اللي هو الانديكس 7 و 2 و كيف بطلع الأكسبريشن تبعه هاي المنترمز اتفقنا انه بكتب الانديكس كبانري بعدد الvariables المطلوب فالتنين اذا بدي اكتبها كبانري بعدد الvariables المطلوب تطلع 0 0 0 و 10 وبعدين بالمنترمز مكان ما الvariable قيمته واحد بحطه زي ما هو ومكان ما الـ variable طالع سفر بحطه inverted لمرة ثانية لأنه this is an end term we are looking forward لين اقتراني يساوي واحد هيك نكون منتطلع لما نكون نكتب sum of main terms فإذا كأيني بقول اقتراني is one إذا a0, b0, c0, d1 و e0 هاي الـ combination تبعتهم اللي هتطلع لي هذا term one أو إلى آخره بالنسبة لماكس ترمز تذكروا أنه الماكس ترمز دائما نعبر عنهم بكابتال M بس الـ indices هي نفسها يعني المن ترم 0 هو يعبر عن نفس الـ true stable اللي بعبر عنه ماكس ترم 0 بس طريقة كتابتنا لماكس ترمز هي أنه بكم تذكروا أنه الماكس ترم is some term يعني or term والor الحالة الاستثنائية فيه هي 0 يعني الor ما بيطلع لي 0 إلا إذا كان كل الإشياء الor صغار فأنا بسير إذا الـ variable قيمة تبعته 0 بحطه زي ما هو وإذا الـ variable تبعي قيمته 1 بحطه inverted هلأ هون بقول لي أنه if one is طبعا لاحظوا الماكس ترمز بيكون بناتهم product لأنه أنا بدأ أجيه product of max terms فف one هو product of max terms zero two three five six هلأ مجرد النظر على هذا الـ expression بعرف طبعا هو المفروض by the way مرة تانية لازم يحدد لي أنه if one هو function في أكمل variable لأنه ولو أنه الأرقام أنه 0,2,3,5,6 بس هذا ما بمنع أنه ممكن يكون في four variables فالمفروض هون يكتب if one إذا هذا كان سؤال يكتب لك f one of x,y,z يعني يكمل أنه عدد الفنكشن الفنكشن هذا على أكمل variable أو شو الvariables اللي هو بيعتمد عليكم فهذا f one هو function في x,y,z x,y,z يعني three variables يعني total number of max terms هو تمانية من هدول الماكس ترمز هذا الفنكشن إنه max term zero two, three, five, six من مجرد النظر على هذا السطر بعرف أنه اقتراني قيمته صفر لاحظوا الماكس ترمز بقولوا لي وين اقتراني صفر اقتراني قيمته صفر عند الـ row الأول وعند الـ row الثاني مش الثاني الثالث يعني الـ index 7-2 خليني أحكي بالـ indices عشان ما أقل أخبطكم الـ row الـ index 7-2 والـ row الـ index 7-3 والـ row الـ index 7-5 والـ row الـ index 7-6 طب والباقيين one نحن هل حلو بالبانوري إنه اللي مش صفر واحد وبالتالي إذا بدي أكتب نفس الاقتران على شكل sum of min terms إذا أنا هدول هم صفار الاقتران الـ one stain للإقتران هم اللي عكسه يعني اقتراني هو M1 small طبعا أنا عم بحكي or 2 و 3 ظهرين M4 or M7 رح نتطلب على هذا الشغل كمان شوي بس حبت إني أرد أذكركم فيها هلأ لما أجي بدي أكتب الاقتران طبعا مطلوب مني طبعا كيف بكون السؤال إنه رأيت البوليان تبع هذا الاقتران يعني بدي أشوف الـ variables أشوف الـ expression فماكس تيم 0 بـ 3 variables الصفر بحولها لـ binary بـ 3 variables فبتصير 0 0 0 فـ x زي ما هي y زي ما هي z زي ما هي ها هي أول واحدة أنا رح أتبع على الـ table لأنه الـ table حطين فيه الـ binary value تبعت كل اتر التالي اللي هو مين M2 2 هش الـ binary value تبعتها 0 1 0 الـ variable اللي ظاهر 0 بحطه زي ما هو والـ variable اللي 1 بقلبه so x or y bar or z هاي التالي اللي بعده اللي هو التلاتة التلاتة هي عبارة عن إيش عبارة عن 0 1 1 فx or y bar or z هاي الترب والخمسة هي عبارة عن 1 0 1 x bar or y or z bar هايو والأخير اللي هو الستة اللي هو 1 1 0 دغري x bar or y bar or z هيك بكون كتبت الـ expressions تبعت الـ max terms تعيني طبعا بحط بناتهم dot products يعني هاي product of min terms هيك بكون شري max terms هيك بكون كتبت اقتراني على شكل product of max terms ناخد كمان مثال هذا عبارة عن اقتران في أربعة variables المax terms تعيني هن الثلاتة والثمانية والالـ 11 والأربعة كيف أجيب max term 3 بدي أكتبه Boolean expression بكتبه بعدد الـ binary value تبعت الثلاتة بعدد الـ variables المقطوب فأنا عدي 4 variables الثلاتة هي عبارة عن 0011 مكان ما الـ variable 0 بحطه زي ما هو مكان ما الـ variable 1 بقلبه 0011 A or B or C bar or D bar هاي 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 أول واحدة اللي هي A or B or C bar or D bar من وان اجت من 0011 التمانية إذا بدي أكتبها بـ 4 variables هي عبارة عن 01 أنا أسفة 1 0 0 0 ف 1 0 0 0 A bar اللي هي 1 0 الـ B زي ما هي 0 C زي ما هي 0 D زي ما هي سو A bar or B or C or D الـ 11 مشانيك أنا كنت أصر عليكم إنكم تحفظوا الـ binary value تبعين الأرقام الأوكتل والأرقام الهيكسة لأنه بسهل عليكم لما تفرطوا الـ variable أو الرقم لأربعة تكونوا حفظين إنه الـ 11 هي عبارة عن 1 0 1 1 ف A bar or B or C bar or D bar هيا وآخر الـ 14 والـ 14 هي عبارة عن 1 1 1 1 0 So A bar or B bar or C bar or D 1 1 1 0 طبعا تذكروا إنه هدول max terms so الترم نفسه بكتبه كsum والعلاقة أو الأعمالية اللي بناتهم هي product فبحط بناتهم and هلا أي بوليان function we can express it as a sum of min term كيف إذا معطيني truth table بكل بساطة يعني هلا نحن نحن نحكي إنه أي اقتران بالدنيا بقدر أكتبه على شكل sum of min terms by the way رح نحكي كمان شوي إنه بقدر بقدر أكتبه على شكل product of max terms هلا كيف أكتبه على شكل sum of min terms إذا معطيني truth table ولا إشي بروح بتطلع وين اقتراني قيمته واحد بكتب المقابل لهذا السطر وبعدين بحط بيناتهم or فبصير يعني كل min term بطلع معي بحط بيناتهم or بطلع الاقتراني كsum of min terms طب إذا معطيني الاقتران كexpression يعني هلأ نحن نحن نحكي قاعدين إنه أي function في الدنيا بقدر أكتبه على شكل sum of min terms إذا معطيني truth table بتطلع وين اقتراني واحد طب إذا معطيني إياك expression كيف بقدر أكتبه على شكل sum of min terms هلأ شوفوا يعني في حدا ممكن يقولي بطلع truth table وبعدين بطلع المين terms ممكن إذا مش مطلوب منك الطريقة يعني يعني إذا أنا مش حادثتك بالطريقة اللي بدي إياه عن طريقها تطلع الاقتران على شكل sum of min terms حر أنت تروح تطلع truth table ومن truth table وقتها ما بدي إياك تروح تجيب truth table بدي إياك تشتغل على expression يعني بالطريقة اللي حعلمكم إياها هلأ مشان طلع لي إياك sum of min terms هلأ مشان نكتب أي expression على شكل sum of min terms هي مش مذكورة بالسلايد بس لازم مبدئيا يكون على شكل sum of product يعني مشان expression قادر أكتب على شكل sum of min terms البداية لازم يكون sum of product إذا هو مش مكتوب sum of product بحاول إني أشتغل فيه إني أكتب على شكل sum of product يعني أوزع أعمل أي شيء مشان أكتب على شكل sum of product يعني زي هذا هذا عبارة عن sum of product لي لأنه هذا يعتبر product term فيه variable واحد وهذا product term two variables وبناتهم or إذا function ليس مكتوب على شكل sum of product بستخدم boolean identities أي إش أخذنا قبل لأحاول لشكل sum of product بعد ما أحاول على شكل sum of product شو بعمل باجي بمسك طلعوا شو بساوي كل term وبضربه بالإشياء اللي ناقصة منه هلأ أنتو تذكروا أنه المن terms المن اللي بيميزه أنه product term ظاهر فيه كل variables تعيني الاقتران طبعا هلأ مشان أكتب هذا الاقتران على شكل sum of term بدي أمسك كل term وأضيف عليه variables اللي مش ظاهرين فيه تمام طب كيف أضيفهم بيصير أضيفهم دغري أجي أقول والله X خليني أضف الها Y Z مشان سير من term لا أنا بدي أضيف عليه بحيث أني أحافظ على قيمته يعني أضيف عليه بطريقة legal بطريقة شرعية بطريقة ما تغير الاقتران بطريقة تجيب لي اقتران مكافئ للاقتران تبعي بس مكتوب على شكل sum of term فشو بعمل بمسك X وأنا بإش بدي مشان سير sum of term أضيف عليها Y Z فشو بعمل بكتب طبعا على فكرة هذا مرة تاني شيء سيء في هاي السؤال إنه هو مش محدد F هو function في شو فأنا مش عارف ليش أول ما تهيئ لأشرح لكم أنا بشرح لكم تهيئ لأنه في Y وZ لا هم مفترضين إنه هذا اقتران فقط في X وY فإنس Z يعني غلط يعني هاي أنا وأنا بقرأ لا شعوريا فكرت إنه في Z مع إنه غلط يعني أنا عارف إنه بس مفروض بأي حال من الأحوال إنه أي function أحدد الـ variables تعينه فF هو عبارة عن function في X وY أنا مش عارف ليش تهيئ لأنه في Z مع إنه مش ظاهرة Z أصلا بالإكس بلإكس فأنيوي F is a function of X and Y وبيدي أطلعه بدي أعمله sum of من هلأ هذا already من term بما إنه هو function فقط في X وY لأنه ظاهر في X و Y inverted هلأ بدي أعمل expansion لهذا term بحيث أني أضيف عليه Y لشان يصير عبارة عن من term هلأ ما أبو أضبط أقول لكم قبل شوي أضيف Y من عندي هيك أو Y bar من عندي هيك بدي أستخدم طريقة ما تأثر على قينة الاقتران اللي هي إيش بعمل بمسك turn وبضرب بY or not الY وهيك بكون إذن كأني عم بضرب بإيش عم بضرب بواحد هلأ X إذا X and one is X يعني أي variable and one هو نفسه فإن إذن 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 X and one والone هي عبارة عن Y or Y bar فهيك أنا ما عم بغير على قيمة الاقتران طبعي بس عم بعمله expansion عم بكبره تمام فضربت الX بY or Y bar هلأ بوزع الX على Y والY bar بيصير في عندي XY or XY bar or X bar Y bar وهيك بكون X هذا term طلعت منه two من terms اللي موجودين جواته اللي هن XY وX Y bar لاحظوا إنه هذا عكس عملية simplification يعني أنا لو عطيتك هذا function وطلبت منك تعمله simplification رح تروح تطلع من هون X عامل مشترك ويضل جو Y or Y bar تختصر Y or Y bar 1 وتقول لي هدول الtwo terms أنا بقدر أختصرهم بX أنا هون عم العكس العملية مشان أكتب الاقتران على شكل sum of terms I expand يعني ها terms ظاهر فيها كل variable استعيني فهذا term مشان أطلع منه terms فيها ظاهر كل variable استعيني بضربه بV شو الV اللي هو variable النقص دائما بضرب بالvariable النقص اور عكسه وهيك بكونش غيرت على قيمة الاقتران بالعكس بكون ضربت بواحد وبكون طلعت من هذا term المكافئين اللي المكافئين كيف كان في two rows two rows مثلين بtwo terms لما اختصرنا خليناهم مثلين بتerm واحد هلا اللي عم نعمل هو نحن العكس انه X تمثل سطرين بالتروس تابل بس انا ما بدي X لحالة تبثل سطرين بالتروس تابل بدي كل سطر يتمثل لحال فعرفتوا علي فروحت اعملت ايش expansion انه two rows هدول يمثل كل واحد بتerm الحال اللي هو xy or xy bar اذا نكتبها على شكل الـ indices تعينهم هاي المنترم one one اللي هو قدش الاندكس تبعه ثلاثة تبعوا لاحظوا انحنا لدينا four variables فالمن terms اللي عندنا 0 one two three يعني four من terms xy bar هذا كيف اطلع قدش الاندكس تبعه one zero تذكروا الـ variable اللي ظاهر زي ما هو بحطه one واللي inverted بحطه zero فone zero اللي هو اتنين الثنين ظاهرين inverted so zero zero so اقتراني هو sum of min terms zero two and three دائما مشان اكتب الاقتراني تبعي على شكل sum of min terms اول اشي لازم يكون مكتوب على شكل sum of products بعدين بمسك كل product term مش ظاهر فيه كل variable السعيني وبصير بضربه بالvariable الناقص او عكسه الحد ما اعمله expansion لا يصير عبارة عن min term ناخد example هذا function في three variables a or b bar c so we have three variables طب خليني اعمله على اللوح مشان ما نكون عم نقرأ قراءة من حلقة مبارح دقيقة بس امحي واخد شايفيني whiteboard اذا مش شايفين اقولوني انتو معي جماعة ولا نايمين حدي حدي صح او شايفين طيب يلا هلأ بدنا نعمل f equals a or b bar c طيب هلأ مبدئيا في عنا طرح نهو function في three variables فأول تير مش ظاهر فيه غير one variable والتاني ظاهر في two variables هلأ هذا منشان اعمله expansion بضربه بالإيش اللي ناقص شاللي ناقص a فبضربه في a or a bar وهذا اللي ناقص في two variables فبدي أضربه بtwo terms رح أضربه في b or b bar وبرضه بc or c bar يعني كل term رح أحتاج أضربه ب terms تانية حسب من اللي ناقص فيه فهذا a لازم مشان يصير مشان أحول أو طلع من terms اللي في لازم أضربه في b or b bar و c or c bar وال a و b bar c مش ظاهر في a a فرح أضربه في a or a bar هلأ هذا رح يطلع منه a b bar c فلاحظوا نحن عملي عملية expansion عكس simplification عم بطلع أو الأشي اللي عم يكون بمثله ب terms أقل عم بطلع منه terms أكتر عم بحاول أطلع كل المن terms اللي موجودين بالاقتران طبعي هلأ لوله مش أربعة أكتر a b c اللي هي a b c بعدين a b c bar لوله أربعة a b c bar من يزود a b c a b c bar or a b bar c or a b bar c bar اللي هي يعني لو 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 وزعت هدول على بعض b c or b c bar or b bar c or b bar c بعدين وزعت l-a عليهم كلهم تمام طيب على الأغلب بيطلع لك شغلات متشابهة يعني هدول كلهم or مع هدول يعني بس أنا حطيتهم لأنه بصراحة مش واسع معي الوايت بورد أحطهم على سطر واحد بس هو هذا اللي هو كله or مع هذا هلا إذا فيه شغلات متشابهة بنشطبه مع بعض يعني مثلا term a b c هذا مش موجود غير مرة بنزله هذا a b c bar موجود في مكان ما ثاني لا so a b c bar so a b c هذا نزلته a b bar c موجود هون هلأ a b bar c or a b bar c طبعا العملية التجميعية يعني مين أخذ مع مين بأي ترتيب ما بتفرق فإذا عملت a b bar c or a b bar c بيطلع نفسه يعني أي variable x or x bar هو x فأي term أي term ord مع نفسه هو نفس الترم أوكي سو هذا نكرر مرتين بأخذ منه واحدة لأنه مرة تانية أي x or x x or x أنا أسفة هي x فأنا هون عم بعمل ord a b bar c مع a b bar c بتطلع a b bar c يعني واحدة بأخذ منهم وبعدين إيش في عنا هاي ما في منها غير واحدة اللي هي a b bar c bar وهاي ما في منها غير واحدة اللي هي a bar b bar c طب إذا بدي أكتب أرقام المنترمز تعيني أرقام المنترمز تعيني هم يلا نكتبهم هذا one 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 يعني سبعة هذا one one zero يعني ستة هذا one zero one يعني خمسة وهذا one zero zero يعني أربعة وهذا zero zero one يعني واحد فبقدر أكتب إن الاقتراني هو عبارة عن إذا بدك إننا حتحطهم بالترتيب يعني من ترم ون ومن ترم فور ومن ترم ومن ترم وsix وسبن واتفقنا المرة الماضي إنه فيه شورتكت لكتابة هذه الإكسفريشن إنه بدل ما أكتبهم هيك مفروطين بقول إنه هو عبارة عن السم هاي sum of من ترم ون فور بكتب بس أرقام المن ترم ستعيني اللي هنا ون فور فايف سك سبب أوكي سو عشان أكتب أي إكسفريشن على شكل sum of من ترم لازم أعمل له إكسبانشن بس لاحظوا إنه البداية بتكون sum of products إذا مش كانتش البداية sum of products إنتو بتكن تكتبوا على شكل sum of products وبعدين تحولوا تعملوا إكسبانشن لكل لكل term بحيث إنكم يصير عندكم sum of من ترم الإكسبريشن تبعا طيب طلع لنا الجواب هيك هلأ الفورمال شورت هان أو يعني طريقة مختصرة للكتابة هي إنه نكتب إنه sum of من ترم وأرقام المنترم أوكي يعني هو بس بقولك إنه هذا الشورت هان بتاعتين إنه منكتب أول إيشي لازم نحط الـ variables in order أفكرها حتى هون يعني بصراحة يعني دائما الـ function لازم نكتب شو الـ variables in order بعدين بدلا ما نحط M1 M4 M5 منحط sum of M والأرقام المنترم اللي ظاهرة عندي يعني ما بنكرر الـ M هاي الفكرة إنه خلص sum of من ترمج أرقام المنترم اللي ظاهرة عندي هلأ بنفس الطريقة أي إكسبريشن بقدر أكتبه على شكل product of max terms كيف بقدر أكتبه على شكل product of max terms يا إما من التروس تيبل بتطلع متى اقتراني سفر وبالتالي بكتب المناظر لكل row بحط بناتهم product أو إذا بدي أطلعه من إذا بدي أطلعه من إحكوا معي إكسبريشن اللي بعمله إنه لازم يكون بداية الإكسبريشن مكتوب على شكل product of مين الـ parent يعني product of max terms هي بتنتمي لمن أصلا لproduct of sums فلازم يكون الإكسبريشن مكتوب على شكل product of sums بعدين بعمل الإكسبانشن اللي حنشوفها بنفس الطريقة فمرة تانية لحتى أكتب الاقتران تبعي على شكل sum of min terms لازم يكون أصلا مكتوب sum of products فإذا مش مكتوب بدك تحوله ل sum of products بدين تعمل عملية الإكسبانشن بنفس الطريقة إذا بدأ أكتب اقتراني على شكل product of max terms لازم يكون أصلا مكتوب product of sums بعدين بعمل علمية الإكسبانشن اللي حور جيكم عنها هلأ فهو عنده مثلا نفس اللي آخذنا قبل شوي اللي هو x or x x bar y bar هلأ هذا الـ function مكتوب على شكل مش product of sums مكتوب على شكل sum of products فشو رأي حمل مش هنكتب على شكل product of sums مش هن يقدر يشتغل عليه يتحولوا لproduct of max terms وزع يعني عمل يعني بده يحولوا ل مرة تانية product of sums فوزع الـ x على الـ x bar والـ x على الـ y bar وزع الـ or فصار عنده x or x bar and x or y bar هاي كلها عبارة عن واحد والواحد and anything heal anything فبضل عندي x or y bar اللي هي تعتبر نوعا ما إنها عبارة عن product of max term ليه طبعا ما product of max term إنه وحيد أنتوا فهمين يعني هو أنا عندي max term واحد اللي هو x or y bar فهذا يعتبر product of max term لأنه ما عنديش غير مش max term يا جماعة product of sum عندي sum term مواحد فبالتالي يعتبر product of sum بس هذا السم الوحيد اللي ظاهر عندي عرفتوا عرفتوا إيش الفكرة هذا مش نفس الـ example اللي كان قبل شوي على فكرة لأنهم ضايفين z إذا بتلاحظوا يعني مشان هيك أنا قلت لكم بيتكم تنتبهوا إنه دائما لازم يكتب لك هذا f of x فاهمين علي فهون مثلا كاتبين f equals x or x bar y bar ما بيكفي لازم تكتب لي إنه هذا f of x y بس مشان أعرف قدش I expand هون لأنهم بدي مورجوك إنه في z فكتبوا f of x y z فهذا اقتران في ثلاث variables ولو إنه نفس expression بس الشغل عليه رح يكون مختلف يعني مش نفس الفنكشن تبع قبل شوي فأول إشي يوزع طلع مع هيك عبارة عن مرة تانية product of sum طب وين product of sum ما عندي شغل سم تير مواحد عندي سم تير مواحد اللي هو x or y bar تمام هلأ من هون بقدر أبلش كيف إني بدي أعمل expansion هلأ قبل شوي لما كنا نشتغل بنطلع sum of min terms كنا نضرب بالإشي اللي ما بغي بعدل على أو ما بيأثر على قيمة الاقتران اللي هو نضرب بواحد والواحد نحكي إنها عبارة عن y or not y هلأ هون بدنا نعمل or مش نضرب نعمل or والor دائما إيش المحايد الأول الإش اللي ما بيأثر على قيمة هالصفر فرح أعمل or مع صفر والصفر هي عبارة عن variable and not variable تمام فأنا هون شو اللي صار عندي عندي في عندي سم تير واحد اللي هو x or y bar فهذا عبارة عن product of sums مشان أحول لproduct of max terms هذا sum term لا يظهر في ز يعني لا يعتبر max term لأنه لا يظهر في ز فالمissing variable هو ز فمشان أضيف الز شو بعمل بعمل or مع صفر والصفر هي عبارة عن variable missing and not يعني z and not z فبعمل x or y bar or z and not z وهيك ما بكون أثرت على قيمة الاقتران طبعي ليه لأن أنا عم بعمل or ring مع zero وال or ring مع zero دائما هو الاشي نفسه فx or y bar or z and not z بعدين شو بعمل بوزع z على x or y bar وبوزع z bar على x or y bar يعني زي كأني باخذ هدول واحدة وحدة وبوزع هاي عليهم بعدين بوزع هاي عليهم فبطلع عندي قيمة الاقتران x or y bar or z and x or y bar or z bar هيك بكون صار في عندي product of max terms ليش هدول max terms لأنه ظاهر فيهم كل الvarie بستعين الاقتران تبعي مشان أطلع الاندي سيستبعين هم تذكروا وينما الvarie ظاهر zero اللي هي الثنين وهاي zero one one اللي هي الثلاثة مرة ثانية مشان أكتب الاقتران على شكل product of max terms أول شي لازم يكون بدايتي هي product of sums بوزع على أغلب مشان أحصل الvarieable تبعي على شكل product of sums طبعا هون شوية الشكل بممكن يلخبط إنه ما عندي شغل x or y بس ما هو هذا sum term it is considered product of sums that consists of one sum term هيك الفكرة هي يعني إذا عندي one sum term اللي هو يعتبر product of sums هلا next تم شو بده يضيف الزد مشان أضيف الزد مشان أعمل أحول هذا sum term لماكس term لحظة إنه حيطلع لي two max terms شو بعمل بعمل or مع variable missing and not وبعدين بوزة وهيك مرة تانية ما بكون أنا جبت اقتران جديد أنا بس عملت or مع صفر إلي هي لن تؤثر على قيمة الاقتران تبعي I expanded الاقتران تبعي بإني عملت or مع z and not z bar وبعدين بوزة في حد كان بدي يسأل سؤال قبل شوي خليني نأخذ مثال ثاني هيك إذا هيك على product of max terms اللي هو بدي أمسك a c bar b c و a bar b bar بدي أحول إلى product of max terms هلا مبدئيا هذا مش مكتوب مرة تانية بدايتي لازم تكون عبارة عن product of sums وهذا مش product of sums هذا واضح عبارة عن sum of product بس قبل ما البداية sum of products فبدرب ها في b or b bar بدرب بالناقص يعني وبضرب ها في a or a bar وبضرب ها في c or c bar و i expand هلا اللي رح نعمله هون هو إنه إيش رح نعمل بدنا نعمل نحول لأول خطوة لازم نحوله ل لازم نحوله ل product of sums الطريقة اللي عاملينها هو إنه مستخدمين التوزيع الفكرة هي إنه x or y z اللي هو التوزيع هو عبارة عن x or y and x or z بس الفكرة اللي بدي أقولك إياها بدنا نفترض إنه هذا كله x اللي هو a c bar or b c أوكي وإنه هذا عبارة عن y وهذا عبارة عن z يعني بدنا نزكي إنه بنا نمسك هاي كلها ونوزعها على a bar بعد أن نمسك هاي كلها ونوزعها على b bar يعني هاي طريقة سهلة لحتى يعني الواحد ما يكون في عنا زي هيك sum of products كتار كيف بدي أبلش أوزع من وين أبلش أوزع أفضل طريقة إنه نمسك two terms مع بعض ونوزعهم على term الثالث فهاي كلها رح تبقى أتبرها زكي إنها x وأوزعها على a bar وهي كلها رح تبقى زكي إنها x نفس الطريقة وأوزعها على z فبيصير عندها كيف شكل الإقتران a c bar or b c or a bar هاي أول وحدة طلعت من أعملية التوزيع هلأ بعدين and a c bar or b c or b bar هلأ هلسة يعني الفكرة مرة تاني إنني مسكت هدول أول two terms وزعتهم على الثالث يعني عملت oring لهذه مع أول واحدة وoring لهذه مع ثاني واحدة هلأ الفكرة إنه لسة نحنا ما وصلنا لما عملت بعد التوزيع هذا ما صار product of sums لا يعتبر product of sums إنه دول مش sums فالنكس سيب إنه استخدم simplification theorem اللي هي إنه a c bar or a bar هي عبارة عن a bar c bar لو أنا مش حافظتها بقدر إني أعملها بإني أوزع a bar على a c bar بتطلع a bar or c bar بتطير يعني يعني إذا أنا مش حافظة simplification theorem إنه هي عبارة عن إنه إذا كان في عندي الـ variable مع variable ثاني or not الـ variable هي نفسها not الـ variable or الـ variable يعني بتطير الـ a بكل بساطة بوزع يعني حطوا هاي على جنب وقربوا هاي اللي عندها بيصير في عندك a bar or a c bar بوزع a bar على a والa bar على c bar فبيضل a bar or c bar يعني وزعوهم هلا نفس الشيء بعملها بالجهة التانية هاي مع هاي اللي هي b c or b bar وزع b bar على b و b bar على c رح يطير b bar or b ورح يضل b bar or c اتفقنا؟ يعني مرة تانية بوزع b bar بيصير هاي شو بتصير عبارة عن إيش؟ بتصير عبارة عن b bar or b and b bar or c طب ما هي b bar or b هي عبارة عن واحد واحد and anything anything الاشي فبيضل b bar or c وهاي مرة تانية simplification theorem بس لسه ما عندي ما وصلتش انه هاد يصير some term ولا هاد some term شو بعمل؟ بارد بستخدم simplification theorem اللي هي b c or a bar or c bar هي عبارة عن اللي هي زم سكت هاي مع هاي اللي هي b c مع c bar ووزعت هاي عليهم رح يطلع في عندي b or c bar يعني وزع c bar على بصير في عندك b bar or c c or c bar و c or c bar بتطير فبيضل عندي b or c bar هاي استخدم عملت هاي ووزع a c bar مع c بصير في عندك a or c بتنزل و c bar or c بتطير بتحبوا أورجيكم إياها حت بيحب إني ورجي أورجيها على اللوح ولا واضحة واضحة صح؟ إنه أنا عم بوزع تمام فضل عندي a bar or b or c bar من هذا الترم وبضل عندي a or b bar or c من هذا الترم هلا لقي لي إنه مجرد عملية التوزيع والsimplification اللي عملناها هون طلعت جاهز ماكسترم يعني ماحتجت أصلا إني أضرب هون المفروض إني أنا إيش أعمل لو كان مش 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 جاهز ماكسترم لازم أعمل أور مع الvariable and عكسه هلأ هو لما عمل بس مجرد ماعمل السمplification طلعه مع a bar or b or c bar اللي هو عبارة عن ماكسترم and a bar a b a or b bar or c اللي هو برضو عبارة عن ماكسترم ففيش داعي لأي خطوة إضافية هذا الماكسترم عبارة عن one zero one اللي هو خمسة وهذا عبارة عن zero تذكروا إنه الvariable المحل ما هو ظاهر زي ما هو من عب zero one zero اللي هو التنين مرة تانية صدفة هون إنه مجرد ما وزع وبعدين عمل السمplification طلع معاه ماكسترم لو ما طلع معاه ماكسترم جاهز يعني لو طلع عنده هون لو لو طلع معاه a bar or b يعني بدون هذا امخوا هاي لو طلعت معاه فقط a bar or b لازم يروح ايش يعمل يعمل or مع c and c bar ويوزع اللي هو زي اللي عملنا هون يعمل or مع ال variable الآن بعكسه بعدين يوزع الترم كله هاد مع z والترم كله هاد مع z bar شاء الله يكون في example عليها نا طب إذا ضل معنا وقت بورجيكم example على حالة أحتاج فيها إني أعمل مرة تانية في حالة إذا عم بدي أعمل expand ل some term into max term هو إني بعمل or مع missing variable and not نط يعني not the variable missing هلا نحن already أخذنا آه لو في غالب تعيدي بس من أول إشي كيف توزيع أول level of some اللي هي high كيف جبنا منها high آه طيب تمام هلأ هو الأصل عنده مكتوب sum of products اللي هو F off انتوا شايفين المفروض الشايفين صح آه بي سي هو عبارة عن A C bar or B C or A bar B B bar آه هلأ شوف كيف بدك تحول هو الموضوع موضوع توزيع على الأغلب بس كيف تأخذ توزيع مين على مين بدل ما تعقل تلتخم بالvariables وتوزيع variables كل واحد بحاله على الكل تمسك هادي الجزء يعني هو مسك هاد كله أوكي ووزعها على high ونفس هاد ووزعه على high تمام فصار عنده expression هو عبارة عن a c bar اللي هاد كله المسكتها الشقفة اللي هي a c bar or b c منيش أخذ راحك بس مشان يومسا a c bar or b c اللي هو هاد كله or a bar أوكي هلأ الآن تذكروا دائما بالتوزيع العملية اللي بوزعها اللي هي هاتوزيع ال or على الآن العملية اللي بوزعها بتصير جوه القوس يعني بتصير a c bar or b c or a bar والعملية اللي كانت بالنص بين هادول إني زيك إني عم بوزع هاد كله على هادول فهاد or a bar and هاد كله اللي هو a c bar or b c or b bar أوكي أوكي لما أوزع لما أوزع هاي على هاي رح يطلع هاي رح يطلع عندي a bar or a صح هلا آن بدي أوزع هاي على c bar بيصير عندي a bar or c هاي دائما واحد فدائما رح يضل هاد فمشان هيك شو ضل عندي a bar or c bar تمام فهاي هيك أول step بعدين هاي يجمسك هاي نفس الشي al b c or b bar اللي هن هادول لو أوزع هاي على هادول بتصير b bar or b اللي هي واحد و b bar or c فالي بيضل b bar or c وهون في عنده a c bar وبعدين a c bar مع c لو أوزع c عليهم بيصير c or a اللي هي a or c والتانية c or c bar ما هي واحد فبتطير فبضل عندي هون هادول طبعا وإنتم بتشتغلوا أهم إيش بتكن تنتبهوا عليه وأنا بشتغل إذا تلخبط معي الوردر تبعين اللي لاحظوا أنا وهون أنا عم بشتغل هو هو بالسلايد بشتغل كان دائما هو بيشتغل بيضل محافظة على الترتيب لو أنا وأنا بشتغل الترتيب تلخبط زي هيك لازم لما أرجع أطلع رقم يعني خلص هتطلع معي ماكسترم هي يطلع فيه كل الـ لازم لما أرجع أطلع رقم ماكسترم مش من هون أجي أحكي هاي 001 غلط لازم أرد أعيد ترتيب الماكسترم بحيث إنه يطلع لي الأوردر الأصلي تبع الـ لازم لما أجي أحكي أحكي هذا ماكسترم 010 اللي هو عبارة عن 2 ونفس الشي هون كمل الـ اللي هي هاي بعدين قال هادول لو أمسكهم مع بعض وأوزع الـ على هادول رح يضلف عندي هلأ C أو B اللي هي C بار أو B اللي هي C بار أو B لما أوزع C بار على C رح تروح مع بعض واحد فبضل عندي A أو C أو B بس برضو هاي لما أجي أطلع الرقم ما بيزبط أطلع من هون لازم أرد أعيد ترتيب الماكسترم فبطلع معي A أو B أو C اللي هي عبارة عن إيش 1 0 1 اللي هي عبارة عن الخمسة فبطلع مع الماكسترم هنالتنين والخمسة واضح مين سألني أنا أنا محمود والله شكر أنا دكتور واضح مفهوم طيب براه ما تفضلي مهندسي كنت أحكي لك هلا أنا كيف بدي أعرف أنه أنا بدي أوزعين من أول السؤال أنه أنا بدي أوزع هذول A والC بار زائد B والC على A بار هو بشكل عام لما يكون في عندك اغترانك مكتوب على شكل sum of products وبدك تحولي لproduct of sums بديت توزع طب كيف أبلش أوزع أمسك variable variable أوزع على الكل لا خدي لك two terms ووضعيهم ووضعيهم على الثالث هلا اسمعي أظن أنك تجربيها أنت لو مسكتي آخر two terms ووضعتيهم على الأول برضو المفروض تزبط معك يعني شوفي جواب سؤالك كيف أعرف أني بدي أوزع لأنه sum of products تحول to product of sums كيف أعرف أني لازم أمسك التنتين هذول أوزعهم على الثالث لأنه هاي أسهل طريقة أنك تاخدي جزء من expression أنه زي وحدة وحدة وتوزعي على الترم الثالث هلا أي two terms أخذ المفروض لا تفرق يعني لو أخذت آخر two terms يعني زي يا راما هو مش حفظ بس زي كأني أنا بقولك هاي الطريقة الأسهل يعني هي by experience طلعوا لنا أنه هاي أسهل طريقة للحل يعني هاي product of sums من sum of products لproduct of sum لما يكون في عندك أكثر من term إنك تمسك أكبر من term كات وحدة وحدة وتوزعي على الترم الأخير هلا المفروض إجربيها لو تمسك B, C or A bar اللي هنا آخر تنتم وتوزعيهم على A, C bar برضو يزبط معك إنك بصير في عندك two sum terms تعمل عليهم simplification بصير في عندك product of max terms product of sums أو product of max terms directly جوابتك ولا لا على الفاضي حكيت عادي يحكيلي والله ما بزعل جوابتين هنز بس يعني كيف أعرف كان زمان قبل آه كان زمان قبل إنه يكون موجود الجواب يعني رح أعرف مثلا إنه مي اللي بدي أخلي مي اللي آه 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 أنت قصدك أنا عم بشتغل ومش عارف إيش نوصل نوصل إنه ما يكون في عنا يعني هاي أول وقت يعني هي كمعلومة أنا بعطيك إياها المعلومة إنه هاي أسهل طريقة يعني هن عم يقولوا لك إنه يوز هاي الطريقة لما يكون في عندك product of sums بهذا الشكل هلا أنا بقول لك بعد ما وزعت شو اللي بدي أوصل له إنه ما يكون عندي هيك بدي بدي يصير في عندي some term يعني أنا عم بحاول يبطل يصير يكون عندي يعني ليش هون استخدمنا simplification كذا مرة ووزعنا جو القوس بشان بدي يصير عندي شكل some term يعني a or b بس a or b or c a or فهمت كيف ما بدي يكون في عندي product term or بعدين product بدي أوصل للشكل انه يصير في عندي product of sums هلأ هذا مش sum كيف بدأ خلي يسم اني افرط هذا term قيم من product اني اوزع هلأ هو من حسن حظه انه مجرد ما وزع طلع مع جو product of max terms فما احتاج الشي يعمل اش اضافي اعرف انا اللي بدي اوصل له يا راما اني هذا احاوله product of sums ماذا يعني product of sums من اول ما اخذنا اني يكون في عندي product بين some terms this is not a some term كيف كيف مش some term ابلش اوزع لحد ما يصير كل variable لحاله بينه وبين الثاني or وصلت شوية اه اه وصلت تمام امير تفضلت امير تفضلت يعطيك theories التي هي simplification او absorption او الباقي يعني انتي مرة حكيتي انه مثلا اذا احنا بدنا نطبقهم عطول لازم نكتب انه اش سوينا لازم تكتب اسمها اه 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 لا ما فيش داع ما تذكر انك حطت اثبات هيك اه مهي هاد بالضبط طب ممكن يجي مثلا سؤال في الامتحان انه هاي الطريقة ايش اسمها يعني بالاختصار لازم نحفظ اسماهم وايش منها بصراحة لا يعني انا ما بجيب بارفش يعني اوزن حط سؤال لزي هيك مش منطقي فلا يعني مش هي الفكرة دائما نحن بنشترط انه اذا بدك تستخدم بدون ما تورجيني الستيبس بدك تكون تقالي انه هاي الاسمبل الفيارة فمت علي بس لا احفظ الاسامي مش اذا انت ما بدك تحفظ ما رح عاجي احط لك اقول لك شو اسم هاي الثيارة هاي كمان مرس طيب في اسئلة تانية طيب الفنكشن نحن اخذنا انه اي فنكشن في الدنيا فيه الو كمبليمت اللي هو النط تبعه واللي هي باي ديفنيشن اذا الفنكشن تبعي قيمه هي 0 1 0 1 معين ل معين الكمبيمت تبعه بيكون عكسه يعني محل ما الفنكشن تبعي 0 الكمبيمت تبعه بيكون 1 ومكان ما الفنكشن تبعي 1 الكمبيمت تبعه بيكون 0 هلأ هون نربط كيف اجيب الكمبيمت تبعي الفنكشن تبعي اذا انا عندي الفنكشن معرف ك sum of min terms او product of max terms مش عارف رشي طلاب لما يجي نحكي هذا الموضوع شوي بتلخبطه مع انه هو بديهي بس يمكننا انه يعني بيصير الوضع شوي بلخبط ما بعرف مش عارف ايش بلخبط بس مهم انه كثير طلاب بلخبطه لما يجي نحكي عن هذا الموضوع هلأ اذا انا اعطيتك انه الفنكشن تبعي عبارة عن sum of min terms 1 3 5 7 معناها انه الفنكشن تبعي is 1 عند index 1 وindex 3 وindex 7 اذا تضبط بانك تكتب لي الكمبلمت تبع f يعني بدي ارقام min terms 60 f bar وارقام max terms 70 f bar هلأ مبدئيا مشان اجيب min terms 70 f bar اذا هدول هم 160 f معناها انه 160 f bar هن اللي مش 160 f عكس هم يعني فبالتالي اذا بدي اكتب f bar sum of min terms 60 f bar هن 0 2 4 6 اللي هن مش ظاهرين عند f فاذا اقتراني is 1 عند 1 3 5 7 الكمبلمت تبعه رح يكون 1 عند العكس اللي هو عند 0 60 اللي هن 0 2 4 6 واذا بدي اكتب f bar نفسه كproduct of max terms ما هن اصفار الاقتران هاد هم عبارة عن وانز الاقتران هاد فبالتالي رح يطلعوا نفس الارقام اللي هن 1 3 5 7 او اذا تجيبه من المن terms تعين هم عكس المن terms 2 اللي هن 1 3 5 7 يعني اذا انا معطيتك الاقتران تبعي كsum of min terms او product of max terms مشان تجيب compliment تبعه تنتبهوا لها طب انا انا اعطيكم اكزامبل جاي على اللوح بس ناخد اكزامبل تاني اللي هو بقولك تكون between sum of min terms and product of max terms or vice versa اللي هو اه مع انه يعني فزكي والله يعني هم حطين يعني زي اللي بده يحفظ حفظ يعني يستخدمهم اللي هو بتجيب compliment اللي هو انا عندي function sum of min terms بدي اكتبه product of max terms طب هم هاي هدول الones تعينو الones تعينو هن one three five seven الاندي سيستعينو اذا هيك max terms شو حيكونو 0246 هلأ هو شو بقولك هو بقولك انه اذا بدك تجيب مع ان انا بحس هذي اللي بدي يحفظ واحد بتلخبط اذا مش فاهم اذا تجيب الاقتران product of max terms جيب compliment تبعه sum of min terms وقود مكان sum ما product of max terms طبعا هي هي يعني انا طالما فاهمة انه اقتراني is one عند هدول اذا انت طالب مني اقتراني product of max terms معناها بدي اسأل حالي وين اقتراني صفر عند بقية هدول اللي هنا شو يعني نحن بنعرف انه الانديس يستعين 3 variables هن 0 1 2 3 4 5 6 7 اذا اقتراني is one عند index 1 و3 و5 و7 معناها اقتراني صفر عند index 0 و2 و4 و6 فهين طلعت الاقتراني product of max terms اذا مطلوب مني اكتب compliment تبعه ك sum of min terms اذا اقتراني هاي ones تعينه عكس اللي هن 0 2 4 6 فانتو اتبعوا الطريقة اللي بتريحكم هم يعطينكم طريقة انه اذا بدك تطلع اقترانك اذا انا ما عطيتك اقترانك ك sum of min terms وطالب طالبته منك product of max terms يعني لك جيب compliment ك sum of min terms بعدين بدل sum of min terms product of max يعني حس انها طريقة القينية هي يعني بس بدك تكون يعني فاهم انه لما عطيك sum of min terms عم باعطيك ones الاقتران ولما باعطيك product of max terms باعطيك zeros الاقتران وبتقدر تجيب اي واحد من التانية بانك تفهم بس بدون ما تقعد تحفظ وتبدل وتعمل الى آخر بعض ال properties على min terms max terms are seldom used مش كتير منحب الماكس terms مش كتير مستخدم لانه يعني يعبر عن zero يعني عادة ما بعرف اذا حستوها انه ادور على ones اسهل واكتب الاقتران على شكل ones اسهل بايد بكرر لك for n boolean variables we have 2 to the power n min terms ال indices ستعين هم من 0 ل 2 to the power in ناقص 1 يعني مثلا اذا عندي ثلاثة variables رح يكون عندي 8 min terms ال indices ستعين هم من 0 ل7 أي boolean function can be represented as illogical sum of min terms هاي اردي حكيناها complement تبع الفن بيكون فيه min terms فدائما اذا اقتراني min terms ستعين هن كذا وكذا وكذا الكمplement سيكون البقية مش اللي ظاهرين بهذا الاقتران function that includes all the 2 to the power n min terms is equal to 1 100% وهي شفناها قبل هيك اذا انا بقول لك انه function تبعي هو اقتران في 3 variables x y z ويجيت قلتلك انه min terms 0 1 2 3 4 5 6 7 هذا معناها انه اقتراني is always 1 فمعناها انه هذا اقتراني ثابت ويساوي 1 وشفنا قبل بواحد من السلايدات لما كتبنا function انه f يساوي f of x y كان اقتران في 2 variables وكتبنا انه يساوي x y or x bar y or x y bar or x bar is always equal to 1 بالعكس اذا قلت لك function اللي بيظهر فيه كل max terms رح يكون always equal to 0 وعفكرة function اللي بيظهر فيه كل min terms رح يكون ما فيه max terms طبيعي كل indices min terms والعكس اذا function كل max terms ظهر فيه رح يكون دائما يساوي 0 وبالتالي رح يكون دائما ما مالوش من terms standard sum of products form هون زي يرجع لنا يعني عم يحكي شغلات قرية حكيناها نحن اللي هو standard forms فيه عنا نوعين اللي هن sum of products اللي هن equations are written as an or of and terms يعني and terms or product terms بيناتهم or هذا sum of products و standard product of sums اللي هو يكون فيه انتو وصلتوا لمرحلة انكم باي يعني only looking على expression you can know انه sum of products or product of sums هذا sum of products هذا product of sums بس هذا مش sum of main terms ليش لأنه في عندي term مش ظاهر فيه كل variables ونفس الشي هذا مش product of max terms لأنه في عندي هذا term مش ظاهر في كل variables وهذا term مش ظاهر في كل variables لو افترضنا انه هدول functions of ABC هدول non standard form ليش لأنه they are mixed اللي شرحت لكم أول ما بلشت أشرح they are neither sum of product ولا product of sum ليش هلأ هذا مش sum term هذا في جواته product فما بقدر اعتبره sum term فهذا كله ما بقدر اعتبره product of sum ونفس الشي هذا مش sum of من أول نحن صنفنا forms تعيننا standard اللي هنا بكون واضح اقتراني مكتوب sum of product أو product of sum or non standard اللي هو بكون mixed forms بقلب بعض أقواص بقلب بعض مش قادر اصنف انه sum of product of product of sums sum of min terms form for invariables طبعا هذا لات تواجل نفس الشي لما بدأ sum sum of min terms I can write it directly from the truth table لما اطلع ايش وين اقتراني ويساوي واحد اه هلأ اللي بنا نحكي المهم الجديد في هاي السلايد انه اي sum of product أو product of sum اللي هنا standard form دائما لحت لاحظوا لما تروحوا ترسموا السيركت تبعته رح تلاقوا إنها عبارة عن two level network of gates يعني two level of network of gates يعني بتلاحظوا إنه السيركت تبعتكم تتكون من خطوتين من two levels من two stages في حالة sum of products بتلاقوا إنه أول level هو عبارة عن and gates اللي هن الproduct بين terms اللي موجودة أو الproduct اللي بقلب terms اللي موجودة والخطوة الدانية دائما رح تكون sum لإلهم سو رح تلاحظوا دائما إنه sum of product هو عبارة عن two level gates بتكون من two level gates يعني إنسوا النط دائما نحن مش شايلين من أرضها رح تلاحظوا إنه the first level هو عبارة عن an input and gates يعني في عند gates بمثلول الproduct terms اللي عندي والخطوة الثانية هي الor بين هذا or gates بين and gates اللي موجودين عندي تمام هلأ ليش بقول لك fewer than two to the power n inputs لإنه maximum number of and gates اللي ممكن لتمثيل اقتران هو two to the power n وبكون وقت هي الاقتران أصلا واحد ليش two to the power n إذا كتبتم من terms فهمين علي this form of can be simplified so that the منحاول إنه نوصل لأبسط طريقة لتمثيل الاقتران بحيث إنه يكون عدد gates اللي مستخدمة أقل إن شاء الله يكون في رسمة جاي طب خلينا نشوف بدي أورش لكم الرسمة طب هي نفس الانجزامبل خلينا أمشي بالترتيب ناخد simplification example أنا طبعا هو شلو بدي أقول لكم هون عم يحكي من الفورم اللي بيحكي عنه إنه often can be simplified sum of min terms بالعكس عادة sum of min terms زي ما حكيت لكم هو أبطول طريقة لكتابة expression لأنك أنت عم تدور مش دائما عادة لأنك دائما عم تدور على كل الحالات كل الأسطر اللي اقترانك فيهم واحد بتكتبهم فعادة يبسط هذا expression مثلا لو كتبنا expression اللي يعبر عن هذا الاقتران رح تلاقوا إنه أول واحد 001 اللي هي a bar b bar c التاني اللي هو 4 100 اللي هو a b bar c bar التالت اللي هو 5 اللي هو 101 101 a b bar c هايو البعد اللي هو 6 اللي هو 110 اللي أردر المهم طبعا a b c bar هايو و7 اللي هي all ones a b c هلا هذا مش مش كويس إن أروح عمل له implementation لأنه طويل عادة رح يكون فيه simplification simplification مثلا بدل وين بيجي simplification إنه عادة هدول الأسطر بدل ما تروح يتعبر عن الones بأسطر من فصلة بحيث إنك تحكي عن كل one لحالها عادة رح تقدر تتعبر عن multiple lines multiple rows بإكسبرشن واحد زي إن أخذ من هون a b bar عامل مشترك زي ما عمل هون ويضل عندي جوا c bar or c وزي إن من هدول التنتين أخذ a b عامل مشترك ويضل جوا عندي c or c bar هايها فبيضل عندي a bar b bar c or a b bar or a b هدول التنتين كمان طلعت منهم عامل مشترك اللي هو a فبيصير في عندي b bar or b فبيصير الإكسبرشن a bar b bar c or a هلأ وزع عمل simplification a or a bar هي اللي رح تطير فبيضل عندي a or b bar c فلاحظوا قديش الإقتران تبسط ولاحظوا إنه على الأقل على الأقل هدول أربع سطور بدل ما أعبر عن كل سطر ب term لحاله يمكن التعبير عنهم ب term واحد اللي هو a اللي هن على فكرة هدول رح يطلعوا آخر أربع سطور آخر أربع سطور اللي هن 4 5 6 7 كلهم يمكن التعبير عنهم ب term variable واحد اللي هو ا اللي هو الاشي المشترك بيناتهم لاحظوا أنا كنت عم باخد تعامل مشترك يعني أعبر عن الروز بالشيء المشترك بيناتهم والشيء المتغير بطنش تمام وحتى هدول التنتين قدرت إني أعبر أدمجهم ب term اللي هو a or b bar c تمام أوكي فلاحظوا بدل ما أعبر على السيرك التبعتي بكل هذا اللي هو لو بدي أعبر عنه بهيك بيطلح هيك لاحظوا إنها two level ليش لأنه أول level دائما هي and بين عدد الvariables يعني في عندي three variables رحيكون في عندي three input and gates مشان هيك قالكم هون the first level consist of n input and gates لأنه المن terms اللي بيميزهم إنه ظاهر فيهم كل الvariables فإذا أنا في عندي n variables فمعناها إنه product term اللي هو and term رحيكون عبارة عن n input and gate يعني في حالتنا هون عبارة عن three input and gates لاحظوا احتجت لواحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة بعدد المن terms بعدد المن terms احتجت ل three input and gates وهدول كلهم واصلين على عدد المن terms اللي هو خمسة five input or gate بينما لما بسطت طلعوا السركة تجلعت كتير من الكوز تبع هاي احتجت فقط one add gate to add b bar and c to input or gate مشان اعمل or بين two terms فهو الفكرة اللي بتكم تاخدوها بالكم انه sum of min terms is not a good way to represent your function it is only a good way to understand your function to analyze your function تفهم function تبعك when one تقدر عن طريقها انك تقارن two functions لانه رح يبين معك directly وين function تبعك ones وين zeros هن شي كتير مهم للاشي اللي رح ناخد ان شاء الله المرة الجاي لكن they are not in any way a good way to implement your function عمرنا ما من روح مشان شو يعني implement يعني امثل بالهاردور يعني لما اجي بدي احول circuit تبعتي الهاردور ما بروح بكتبها some of min terms لانه عدد gates اللي رح تحتاجه على الأغلب رح يكون كتير كبير رح احتاج مرة ثانية ل n input n input يعني بعدد variables add gates هلأ add gates عددهم رح يكون بعدد min terms اللي عندك or gate عدد ال inputs تبعها بعدد min terms which is expensive طيب قبل ما يعني ضايل لنحنا بس هاي عبارة عن مراجعة أو يعني sum بديورجيك كيف انه in general اي sum of اي standard form circuit تمثل على شكل two level network شي يعني يعني مثلا هاي عبارة عن sum of products صح دائما رح تكون عبارة عن two stages دائما حتتكون من two levels الlevel الاول اللي هي product terms نفسهم اللي هي and terms هاي 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 والlevel التاني اللي هو or اللي بناتهم فدائما اي sum of product وبالتالي sum of main terms واي product of sums وبالتالي product of max terms equation تمثل دائما حتلاقوها انها عبارة عن two levels طبعا ignoring the not يعني شو two levels sum of product اول level هتكون and اللي هي product وتاني level هي sum product of sums العكس اول level رح تكون or اللي هي sum terms والlevel التاني رح تكون and اللي هي product بينما لو نطلع على اي equation ب non standard form هذا non standard صح لانها لا هي sum of product ولا هي product of sums رح تلاقي انه السيركت اكتر من two levels يعني or بينما هاي لو قطلع عليها high level high two high three فدائما standard forms they are represented by two level networks يا اما اول level and بعدين or فبتكون sum of product يا اما اول level sum بعدين and فبكون product of sums بينما non standard form بلاقي النتورك تبعتي بيكون من اكتر من level من اكتر من stage اوكي هلا لكل الexamples شفناها قبل شفنا انه canonical forms اللي هن s-o-m وال-p-o-m والstandard forms اللي هن sum of products بيختلفوا بالcomplexity تبعتهم باعتمد على function تبعك قديش عدد الones اللي في او قديش عدد الزيروس اللي في البوليون algebra can be used to manipulate equations into simpler forms بقدر اني استخدم البوليون algebra to simplify my ليس الطريقة منهجية to simplify my equation ليه الاسئلة اللي بتظهر ببالنا how can we attain a simplest expression how do I know this is the simplest expression اذا انا عم بستخدم البوليون algebra كيف بدي اعرف هل في is there only one minimum cost circuit ولا في اكتر من واحدة البوليون algebra ما بيجاوبني على هاي الاسئلة ولا بيزمكنني اني اعرف الجواب على هاي الاسئلة مرات اذا كنت كتير شاطر بالبوليون algebra ممكن اني ابسط الاقتران تبعي واضل احاول اوصل لأبسط form ممكن لكن ما في اشي قرانتيد اكيد انه فعلا هذا هو بكل الاحوال بكتابتنا لالاقواج و لالفنكشن تبعتنا we are looking for simpler equations we are to simpler implementations بس المرة تانية البوليون algebra is not enough مشان نقدر انه نوصل ل مش اشي مضمون مشان نوصل لل simplest form رح يكون موضوع المحاضرة الجاي اللي هو كيف نقدر انه نعمل simplification لال expression تبعتنا بحيث انه نوصل لل simplest form هيك منكون خلصنا بدء ازغرت part one يوم السبت في عنا محاضرة اضافية اكيد لازم ناخد محاضرة اضافية بدل يوم الاحد انا اعرف انه مني المشكلة انا اللي اتزلت على المحاضرة بس مالش بتكم تستحملوني يوم السبت تكون عنا محاضرة اضافية من الخمسة للسبعة في حدا عنده مشكلة هلأ ما تشهقوش كتير انه ساعتين انه يمكن اشرح ساعة ونص ورح افتح مجال اخر نص ساعة على الاسئلة ويمكن احل الاسئلة على الراح اللي هي هاي المادة والمادة اللي جاي فمن الخمسة للسبعة في حد عنده مشكلة اذا عملنا محاضرة اضافية يوم السبت من اللي حاضرين طيب انا احط كمان على الگروب مش على الگروب هون على التيمز واذا في حد عنده اي مشكلة انه يعلي بس خبروا صحابكم اللي مش حاضرين وحابين انه راح يدروا يوم السبت لايف انه في بول على التيمز بخصوص هذا الموضوع مبدئيا اذا ما في اي اعتراض على وقت المحاضرة راح تكون يوم السبت من الخمسة للسبعة باذن الله راح نبدأ ببارت ثري ومرة ثانية راح يكون في مجال لكم تسألوا اي اسئلة بدكم اياها اوكي في اسئلة عمو حاضرة اليوم اذا ما في اسئلة راح انهي وان شاء الله بشوفكم يوم السبت على خير ودرسوا اذا سمحتوا البارت هذا كتير ضروري انكم تدرسوا اذا معكم وقت على الويك تشوفكم يوم السبت باذن ان الله مع السلامة